السلام عليكم أحباب الشفية المغربية تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر يا ربي الناس اللي تدعموني وتنشكر الناس اللي تخلوا تعليقات إيجابية بحالهم إذن اليوم معنا واحد لصفة قبل ما نبدأه غالي نبدأه بالصلاة على الحبيب بس زيان كلامنا يتحقوا الأماني ديالنا ولكن اليوم قبل ما نبدأ غالي نصلي معكم على سيد الخلق اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إن شاء الله بحول الله وقواته اليوم عندنا واحد لصفة مطرت قزوينة لبنات اللي عندهم قلت الحض وقلت السعد وما تيكونوش مقبولات ودائما تتكون عندها قلت السمع الناس ما تيسمعوش كلامها كلامها غير مقبول ولكن اليوم ما جبدأ لكم واحد لصفة رائعة وأكثر مرائعة اللي غادي إن شاء الله تحطوها بالنية وغادي يكون عندكم طاقة إيجابية إذن كيفاش غادي ندير هاد الوصفة الرائعة وكيفاش غادي نحييه النحس ديالي وعدنا حويش غادي نديرهم وعدنا نصائح غادي نديرهم وعدنا طاقة إيجابية وعدنا آية من القرآن الكريم اللي غادي سعطينا طاقة إيجابية إن شاء الله بحول الله وقواته بغينا السمع والطاعة وبغينا القبول وبغينا اللي شفنا يبغينا ولي شفنا يعطينا طاقة إيجابية نكونوا إيجابيين إذن كيفاش ندير باش نحيد هالطاقة السلبية إذن عدنا القوزة أو جوز الهند إحنا سنقوله القوزة والناس اللي بالدول العربية اللي تعرف اسمها يحطوا لي في التعليق جوز الهند أو عدنا القوزة إذن القوزة غدي ناخد ثلاث قطع هادو غير بدرهم ثلاث قطع ثلاث قطع بالنية أنني غدي نديرها لجلب ما أريد جلب إن شاء الله يكون عندي السمع والطاعة أول حاجة غدي ناخد هاد القوزة غدي نكسف اللولة غدي نكسف فيها وغدي نهز زمع اللولة غدي نكسف فيها وغدي نهز زمع أول حاجة نبيتها تحت الرأس ليدي ليلة كاملة ليلة كاملة على نية طرد النحس شنو خاصني نكتب عليها بقلم أحمر قلم أحمر هو هذا غادي نكتب عليها أعود بالله من الشيطان الرجيم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غادي نكتبها هنا مرة واحدة ولكن غادي نقرأها عليها سبعات المرات وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بعد ما نكتبها بقلم أحمر على هذا الجوز دي اللي هند أو نحن نقوله القوزة القوزة اللي غادي إن شاء الله نقرأها عليها سبع مرات ولكن هنكتبها مرة واحدة الليلة اللولة غادي يبادلك طاقة ايجابية والصباح غادي تزيها معاك غادي تخرجي بها واحد الخرجة اما العمل واما السوق واما لأي مكان غادي تجمعها وتديرها في الصك ديالك او تديرها في الحمالة الصدر ديالك ليلة درسيلها باب يعني من يوم ما تخافيش منه ولو تدخلي بها المراحل عادل لان هذا مغناطيسي رائع تحمي اي حاجة في القرآن تحميها وتعطيها طاقة ايجابية اذا التانية غادي ان شاء الله ما غادي نكتبها والو هادي غادي نحطها تحت الرأس ديالي ليلة كاملة والصباح نزى معايا اما التانية غادي اليوم التاني غادي نذكر سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غادي نقرأها على ماء سبع مرات وغادي ندوزها على الوجه ديالي كل شي هذا الشي وقت النوم كل شي هذا الشي وقت النوم انتمشي تنامي اذا وقت النوم هو هو الوقت اللي انك تختلي بنفسك في الغرفة ديالك وتقرأي هاد الآياء سبع مرات على الماء تشربي منها حتى ترتوي وغادي ان شاء الله تدوزي على الوجه ديالك وعلى اليدين وعلى الشعر ديالك وعلى الصدر والكتفين غادي ان شاء الله تكون عندك السمع والطاعة وقبول وتكون اللي شافك غادي يبغي يهدر معك سبحان الله العظيم هذه الآياء في صورة البقرة وقالوا سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غادوا نقولها وجايا نقولها كل شيء يسمع كلامك كل شيء يبغي يتكلم معك الوقت اللي ندير تكحيلة في عينيها ان نقرأ انا تنكحل ماشي في المراحل ولا الدوش نكون في الغرفة ديالي وانا تنطق بها تنكحل تندير الماكياج ديالي تنقولها اذا غادي ان شاء الله نشربها في الليل والصباح غايتنحى يتنحى عندك الحسد والعين والتابعة ويكون عندك قبول وغادي تشوفي شرح الصدر ولي شافك يسمع كلامك ويطوعك ويكون عندك واحد الوجه ديالك سبحان الله مبهج اذا الثانية غادي ان شاء الله نحطها تحت الرأس ديالي على قليل من الملح قليل من الملح بحلقة وغادي بحول الله وقواته غادي نبشرها مزيان صباح اعتبات ليلة كاملة ما غا نقرأ عليها موالو ولكن غادي نقرأ على الماء ونشربوا هذيك الليلة نشربوا هذيك الليلة حتى نرتوين وندوز على الجسد ديالي ولكن هي غادي تكون تحت الرأس ديالي مع قليل من الملح هذه الثانية صباح رباح من نكون خارج لأي مكان من نكون خارج لأي مكان غادي نبشر شوية مع الملح غادي نبشره مع الملح وغادي نقرع ليه ان شاء الله بحول الله وقوته اللي غادي نهزو معايا في المحفظة. في المحفظة غادي نضيف الملحة وشوية ديال هاد اه القوزة وغادي نديها معايا في المحفظة ومنجي نتبخر بها. منجي نتبخر بها في مقلات. قدي شوية غادي نوضعوه مع الملح ولكن منجي البيت ديالنا ضروري نخرج. ضروري انني خصني نخرج من نخرج نجيبها ونحرقها في مقلات باي وقت وغادي نتبخر وانا تنقرع وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبع مرات انتي ولو على مقلات غادي تبخري على مقلات وانتي زي تبخري. اما اللي باقي الوقت اللي نكون خارجة غادي نوضع قليل في اه المحفظة او قليل في الحداء ديالي. لانا غير ما قرية لها الوقت اللي نبغي نحكها في الحداء ديالي غادي نبقى قالوا سمعنا واطعنا ما تقريش على هادي لانا غادي تديري الحداء ما غاديش تقرية لها. اذا اللي قريت غادي نقرأ وانا تنفت على الصدر ديالي فقط. ولكن غادي نحك شيء قليل انتبخر به نبيتها تحت من رأسي. ولكن اه بحول الله وقوته الوقت اللي اه نكون اه خارجة غادي نحك شوية وندي معايا على نية يحيي ديال الطاقة السبية ومنجي نتبخر بها. اه بغيت نخرج غادي نحكها بالحداء ديالي. اما الثالثة غادي ان شاء الله نبيتها تحت الرأس ديالي. وغادي بحول الله وقوتي الصباح رباح. غادي نحكها مزيان. وغادي الرش بها العتبة. هي والملح. غادي الرش بها العتبة. وغادي ان نقرأ امام العتبة سبع مرات وانا ترش. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من اصرار ان تعطني سؤلي اما في زواج اما في عمل اما في قبول اما في طاقة ايجابية اما قرد الموانع اما اي حاجة. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هتحرقي نهار تاني غادي تحرقي شوية وتدري في الحداء ديالك. الى بقى شي حاجة قليلة. غادي تحاول الوقت لتكوني خارجة. غادي تحكيها تبشري شوية وتدري في الحداء ديالك وانتي تتقرأي قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير على الصدر ديالك وعلى اليد ديالك والدوزي على الجسد ديالك بالمرة. اذا عندكم ثلاث خطوات كلها في تقرأي ديما تحضروها تحت الفراج ديالكم تحت الوسادة. الحلقة تحت الوسادة. والصباح رباح تخدموا في الصباح. اما تكوني خارجة تبشري شوية واما تبشري شوية مع الملحة وتقرأي هذه الآية وتبخري باش يكون عندك السمع والطاعة مع جميع الناس. اذا انت يا في الاختيار حاولوا انكم تديروها وانتو ما عندكم يقين لانا اية الله والعشباد يالله والملحة يالله. وغادي يكون عندكم ان شاء الله السمع والطاعة في العمل مع الناس. غيكون عندكم دائما الحب والاحترام منكم وبالناس. اذا كان عندك شخص معين غادي ان شاء الله تحاولي انك تديري هاد الصغر ربانيا. اذا 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 اجبكم هاد الفيديو خليولي لايك. دعموا القناة. فعلوا الجرس. تابنوا وبحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.